خمس مغيّعات وقت رئيسية اجتماعات غير الفعالة وعلاجها أن الواحد يأخذ دورة فيه دارة الاجتماعات دراسات تثبت التالي إذا الإنسان وصل لطبقة مدير إدارة وفوق فلف وقته في الاجتماعات فلف الوقت لما يوصل وكيل مساعده فوق نص وقته في الاجتماعات نص وقت الدوام في الاجتماعات فإذن إذا الإنسان يريد يصعد في الحياة لازم يتعلم كيف يقلل اجتماعاته من ناحية والشيء الثاني إذا صارت عندنا اجتماعات شلون نديرها؟ فيكم أحد عنده اجتماعات مستمرة؟ استمرار ما عندكم في ناس عندهم اجتماعات كثيرة جدا الصارات والمقاطعات كلمنا عنها نتكلم شوي عن التسويف وهذه مسألة اللي ودي أوقف عندها الآن ما زالت استمرار اللي حديثنا عن قضية الإرادة وقضية تنظيم الحياة تسويف هي تأجيل الأعمال ليش الناس تأجل الشغل؟ عندي شغلة يجب أن أسويها باشر أجلها ما أخلصها ليش؟ ففيه كتاب جميل جدا بالأسف غير مترجم اسمه 40 reasons for procrastination procrastination تسويف أربعين سبب للتسويف من الأسباب اللي يذكرها صاحب هذا الكتاب الناس تحذر بأعذار عجيبة جدا عشان تأخر الشغل والله اليوم الجو يضيق الخلق جو اليوم تعيس ما هو جو شغل فيقوم يأجل الشغل ثاني يوم الجو حلو والله اليوم جو حلو ما لطلعه مو ما لشغل بأسباب عجيبة جدا زين جاي وقت الشغل والله جوعان خناكل زين ما قدر اشتغل وانا جوعان أكل بعد الأكل أبي أهضم شوي واسحق أسباب شغل ممل خنا أجله ويبدأ الإنسان لما نبدأ نفكر فيها راح نشوف أن معظم التأجيل سبب نفسي ما هو العلاج العلاج أيضا نفسي العلاج نفسي أيضا إذا كان الجو تعيس خلص شغلك عشان لما يصير جو حلو تطلع عادل وإذا كان انت جوعان خلص شغلك عشان تأكل وترتاح مرة واحدة طبعا هو لما واحد يفكر فيها في النهاية كلها قضية إرادة إرادة إن الإنسان يقرر يقوم الإنسان أحيانا الصبح يحس إنه هو تسلان ما لأخلق يشتغل ويحس إنه تعبان طب شي الحل الحل يقرر إنه يصير نشيط أنا اليوم بخلص شغلي بخلص برتاح سبحان الله لقوا إن القرار بيد الإنسان سووا دراسة جدا لطيفة على الذين وقفوا عن التدخين بعض الناس يقولوا كلام ودي أوقف عن تدخين بإسماني قادر فسووا دراسة عن اللي وقفه وقدروا في دراسات كثيرة على المدخنين هذه دراسة فريدة عن اللي وقفه عن التدخين كيف وقفوا عن التدخين فلقوا درسوا حياتهم ودرسوا اش سووا في طريقة توقيف سجاير فيدون نوكوتين واللزقة وكذا كل كل كلام فاضي ما لداعي وإن اللي وقف عن التدخين قرر يوقف عن التدخين إرادة فإذن قضية التأجيل والتسويف هي قرار قضية التلفزيون في بعض الناس يصير عندهم إدمان انترنت ولا تلفزيون ولا كذا شنوها علاجها أيضا إرادة أيضا قرار طبعا فيه علاج ثاني خاصة إذا كان عندكم أولاد ولا مو يعني ناس تبتربونهم توجهونهم علاج ثاني يعطاهم بديل شغلوب نادي شغلوب كذا شغلوب شي ثاني مفيد هذا الإنسان قاعد فاضي طبعا راح ينشغل فيه مثل هذا فإذن قضية قرار قضية إرادة فخلنا نعرف شكاعد نسوي خلنا ندرس تصرفاتنا خلنا ندرس قراراتنا خلنا ندرس مواقفنا هذا المسج اللي أنا قاعد حاولي وصله عدم حمل نقود كافية كل شوية مخلصها فلوس يا أخي لا ما تسحب فلوس اسحبش كمية مرة واحدة يسحب لها عشرين عشرين كل شوية بتخلص زين فساحب ساحب يسحب لك شوية خلها بتجوري بالبيت مشط جيلة وقالي يقول له الله خطيتها في جيبين صرفت حطها في البيت مشط كل شوية رايح البنك لأنه صح تاخذ عشر دقائق لكن عشر دقائق مني وربع ساعة مني هذا اللي وين الوقت دا يضيع عدم وجود مفاتيح احتياط سكرتها على الباب ماذاين وشم الوقت دا يضيع بمثل هذا انتظار انتظار عندها طباء انتظار عند غيرهم خذ معاك كتاب خذ معاك شي تسوي ليش قاعد شي انتظار عندها طباح ما شو قاعد الناس مقشي شو قاعد مقشي سبحان الله حتى شرعا ستحاسب على هذي هم القيامة طيب انت اقرأ الكتاب اقرأ القرآن سبح زين يعني ذاك اليوم ما شفت واحد من الاهل قاعد يلعب رياضة قاعد يلعب جهاز الجري فزوجته قاعد طالعة فشوفها قاعد فقالت له اه قاعد عيد قال لا والله قاعد أسبح خلني استغل كلها سبحان الله يوم القيامة راح يتحاسب على اللحظة فما لهم قاعد يلعب رياضة بعض الناس تلقى قاعد يلعب رياضة ما يسوي شي ثاني هذه مو نظريات اخواني اخواتي مو نظريات والله أنا عندي كتاب تونيم خلصة وعندي أشرطة تونيم سجلها يسمها الوقت في حياة المسلم لقد لما اقرأ ان شخص مثل ابن الجوزي ألف في حياته ألف كتاب ألف كتاب متى ألف أم لم أطلع عليها هذا كم كتب في حياته كم أنجز في حياته بعض هؤلاء اللي لما بدوا يدققون في حياتهم وجدوا عجائب في كيفية حرصهم على استفادة من اللحظة فأنا ما نبي نوصل الناس لهذه الدرجة لكن قاعد نقول قاموا بس شوفوا حياتنا بشون ما كان واحد منهم يقول ضللت سنين لا آكل طعام العشاء تطعمني أختي يقول أنا قاعد أكتب وهذا ما مشغول عن العشاء فتضع اللقمة في فمي من شدة انشغالة بالإنتاج واحد ثاني يرون عنه يقول كان يأكل الحليب تعرفون الناس تغمس فكان ما يغمس الخمز يغمس الكيك لأن الكيك يتغمس بسرعة ما يطول عشان يوفر الوقت يقول حسبت الوقت ما بين تغميس الكيك والخبز فوجدته صفحتان كتابة تصوروا الناس بالنسبة لهم وقتهم ثمين قارنوا هذا بالوقت اللي قاعد يضيع خاصة شباب هذا الوقت استهتار والتسكع في الأسواق والتسكع في كذا هذا الفرق يوم القيامة طبعا يبين حيال الفرق هذا لكن أيضا في الدنيا يبين